بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله معكم أستاذ وسام في شرح الدرس الرابع في الفيزياء للصف الأول الثانو العلمي تحدثنا في الدرس السابق عن الزخم والدفع الآن سنتحدث عن موضوع التصادمات والتصادم هو التأثير المتبادل بين الجسمين أو أكثر أحدهما على الأقل متحرك بحيث يتم تفاعل مؤقت بين أجساء ونترك تبادل تأثير قوى الدفع حسب قانون يوتين الثالث معنا الكلام إذا تصادم جسمين أو أكثر أحدهما على الأقل متحرك سيتم تبادل تأثير قوى الدفع بين الأجسام أي أن الأجسام ستؤثر على بعض بقوى دفع متساوية في المقدار ومتعكسة في الاتجاه حسب قانون نيوتين الثالث وهذا التصادم سيعمل على تغيير زخم الأجسام نتيجة تغيير مقدار واتجاه سرعة هذه الأجسام ويتم التصادم في فترة زمنية قصيرة تسمى زمن التصادم أما إذا تم التصادم في نظام معزول فإن المجموع الزخم الكلي للأجسام قبل التصادم يساوي مجموع الزخم الأجسام بعد التصادم معنى الكلام كما تحدثنا إذا تصادم جسمين أحدهما على الأقل متهرك قلنا ستؤثر كل جسم بالأخب بقوة دفع متساوية في المقدار ومتعكسة في الاتجاه هذه القوة ستعمل على تغيير زخم هذه الأجسام بس هل نحكي هون مجموع الزخم ثابت أي نام سيتغير زخم كل جسم لكن مجموع الزخم قبل التصادم يساوي مجموع زخم الأجسام بعد التصادم هذا صحيح في حال تم التصادم في نظام معزول حتى نفهم معنى كلمة نظام معزول لازم نشرح بالبداية معنى كلمة نظام مغلق النظام المغلق هو النظام الذي لا يسمح بتبادل الكتلة مع الوسط المحيط يعني مجموع كتل الأجسام قبل التصادم يساوي مجموع كتل الأجسام بعد التصادم النظام المعزول هو النظام المغلق النظام المعزول هو النظام المغلق يعني حتى يكون التصادم في نظام معزول بداية لازم يكون نظام مغلق ونظام معزول يتكون جميع القوة المؤثرة في التصادم قوة داخلية هي قوة دفع المتبادل بين الأجسام نتيجة تصادم جسمين يؤثر كل جسم على الآخر بقوة دفع متساوة في المقدار وتعاكس في التجاه إذا كانت هذه القوة فقط هي المؤثرة في التصادم نسمي النظام معزول بإهمال أو بعدم وجود قوة خارجية مؤثرة والمقصود القوة الخارجية مثل قوة الاحتكاك أو قوة الجاذبية وهذه القوة تهمل نظرا لأن زمن التصادم صغير جدا عند حدوث تصادم بين جسمين في الأجسام تؤثر على بعضها بقوة متبادلة تفعلوا راتفال وهذه القوة هي القوة الداخلية في النظام المعزول وتهمل جميع القوة الخارجية مثل قوة الاحتكاك وقوة جاذبية ويكون زخم النظام ثابت أي أن مجموعة الزخم قبل يساوي مجموعة الزخم بعد معنى الكلام إذا قل زخم جسم بيكون هناك زيادة في زخم جسم آخر تكون معادلة كاف واحد في عين واحد كتلة الجسم الأول في سرعة الجسم الأول قبل التصادم زائد كتلة الجسم الثاني في سرعة الجسم بعد التصادم تساوي هذا يمثل زخم الأجسام قبل التصادم يساوي كتلة الجسم الأول في سرعة الجسم الأول بعد التصادم زائد كتلة الجسم الثاني في سرعة الجسم الثاني بعد التصادم طبعاً لو كان في جسم ثالث نحكي زائد كاف ثلاثة عين ثلاثة تساوي كاف عين ثلاثة فتحة وتدل الفتحة على السرعة بعد التصادم ويقسم التصادم في بعد واحد إلى عدة أقسام معنى الكلام أو معنى التصادم في بعد واحد هو التصادم الذي تبقى فيه الأجسام المتصادمة في نفس المحور الذي كانت تتحرك عليه قبل التصادم أي بقية عن نفس الاستقامة وتقسم التصادمات في بعد واحد إلى ثلاث أنواع بداية سنتحدث عن التصادمات المرن والتصادم المرن هو التصادم الذي تكون فيه الطاقة الحركية والزخم محفوظات التصادم المرن هو التصادم الذي تكون فيه الطاقة الحركية هذا أحكي مهم جداً الطاقة الحركية والزخم محفوظات في التصادم المرن ويحدد التصادم في عدة خصائص منها زي ما تحدثنا الزخم محفوظ الطاقة الحركية محفوظة ثلاث لا يحدث التصاق للجسمين المتصادمين بعد التصادم أي أن التصادم يحدث وكل الجسمين يفترقوا سواء كانوا بنفس الاتجاه أو تعاكسوا بالاتجاه لا يحدث تغير في شكل ودرجة حرارة الجسمين لأن أي تغير في شكل ودرجة حرارة الجسمين يعني ضياع في الطاقة وكما قلنا التصادم المرن لا يدد فيه ضياع في الطاقة خامسا يكون معامل ارتداد لهذا التصادم يساوها طبعا هذه العوامل أو هذه الخواص ليس للحفظ هي أكثر للتطبيق أو للفهم منها للحفظ من الأمثلة على التصادمات المرنة التصادمات بين الجسيمات الذرية ويمكن اعتبار التصادمات بين الجسيمات الغاز أو بين الكرات الفلاذية والزجاجية تصادمات مرنة بإهمال الصوت الناتج أو الجزء الصغير من الطاقة الضائعة يمكن اعتبار أن هذه التصادمات تصادمات مرنة معامل ارتداد يعتمد دفع الناتج عن تصادم جسمين على كتر الأجسام وسعة الأجسام وخواص الأجسام نفسها خواص مرونة الأجسام نفسها ويعتبر معامل ارتداد مقياسا لمرونة الأجسام ويعبر عنه بالعلاقة السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم على السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم أي أن معامل ارتداد هو سالب عين واحد فتحة أو سرعة الجسم الأول بعد التصادم ناقص سرعة الجسم الثاني بعد التصادم تقسيم سرعة الجسم الأول قبل التصادم ناقص سرعة الجسم الثاني قبل التصادم وهذا يسمى معامل الارتداد بالنسبة للبسط فيمثل السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم يعني لو طلب السرعة النسبية فقط نعطيه بعد التصادم نحكيه له عين واحد فتحة ناقص عين اثنين فتحة والمقام عين واحد ناقص عين اثنين هي السرعة النسبية للجسمين قبل التصادم في حال كان تصادم النرن يكون معامل ارتداد واحد ناخد مثال على تصادم النرن كرة كتلة الأولى 2 كيلو جرام والثانية 3 كيلو جرام تتحركها على خط أفق واحد بسرعة 4 متر لكل ثانية و 6 متر لكل ثانية على الترتيب فإذا لحقت الكرة الثانية بالأولى واستضمت بها احسن مقدار واتجاه سرعة كرتين بعد التصادم مباشرة إذا كانت تصادم النرن يجب أن يخبرني انتصادم النرن حتى نحل السؤال ليش كتلة الجسم الأول 2 سرعة الجسم الأول قبل التصادم 4 متر لكل ثانية كتلة الجسم الثاني 3 كيلو جرام وسرعة الجسم الثاني تساوي 6 متر لكل ثانية تصادم المطلوب إيجاد سرعة كرتين بعد التصادم يعني مطلوب عين واحد فتحة و عين اثنين فتحة مع أنه عندي مجهولين إذا لازم أكون معادلتين وحلهم بدايتا كونت صادم مرن نحكي مجموعة الزخم قبل يساوي مجموعة الزخم بعد كاف واحد عين واحد زائد كاف اثنين كتلة الجسم الثاني في سرعة الجسم الثاني تساوي كتلة الجسم الأول في سرعة الجسم الأول بعد التصادم زائد كتلة الجسم الثاني في سرعة الجسم الثاني بعد التصادم كتلة الجسم الأول 2 كيلو جرام سرعته 4 زائد كتلة الجسم الثاني 3 سرعته 6 تساو 2 عين 1 فتحة زائد كتلة الجسم الثاني 3 عين 2 فتحة 8 زائد 18 تساوي 2 عين 1 فتحة زائد 3 عين 2 فتحة 26 تساوي 2 عين 1 فتحة زائد 3 عين 2 فتحة وهاي معادلة رقم 1 الآن مع ان اتصاده مرن اذا انا بامكاني اروح على حفظ الطاقة الحركية او معامل الارتداد في المتصاده المرن بامكاني استخدم ثلاث معادلات الاولى بنبلش فيها دايما الزخم محفوظ بامكاني استخدم حفظ الطاقة الحركية بامكاني استخدم معامل الارتداد بس الاسهل نستخدم معامل الارتداد لان حفظ الطاقة فيه عين تربيع وممكن ندخل باشكاليات حل معادلات بس لك حرية الخيار تحل على طريق حفظ الطاقة الحركية او معامل الارتداد الان ما انه اتصاده المرن فمعامل الارتداد يساوي سالب عين واحد فتحة ناقص عين اثنين فتحة على عين واحد ناقص عين اثنين ومعامل الارتداد في اتصاده المرن يساوي واحد ناقص عين واحد فتحة ناقص عين اثنين فتحة مجهولات عين واحد سرعة الجسم الاول قبل التصادم ناقص عين اثنين سرعة الجسم الثاني قبل التصادم ما انه يساوي سالب عين واحد فتحة ناقص عين اثنين فتحة على سالب اثنين السالب بروح مع السالب اثنين تساوي عين واحد فتحة ناقص عين اثنين فتحة وهاي معادلة رقم اثنين الان بجمع المعادلتين ممكن نضغب المعادلة هاي في اثنين وبنتج عندي اربعة تساوي اثنين عين واحد فتحة ناقص عين اثنين اثنين عين اثنين فتحة وبثروح المعادلتين من بعض بنتج عندي 26 تساوي اثنين عين واحد فتحة زائد ثلاث عين اثنين فتحة المعادل التاني اربعة تساوي اثنين عين واحد فتحة ناقص اثنين عين اثنين فتحة ننترح المعادلتين من بعض كون المعاملات متشابهة ننترح المعادلتين 26 ناقص 4 22 تساوي هاي بتروح مع هاي 3 ناقص ناقص 2 5 عين 2 فتحة على 5 على 5 عين 2 فتحة تساوي 4.4 متر لكل تاني والاشارة الموجبة اي انها بقيت من نفس الاتجاه بالحركة بتعويد السرعة هاي في اي من المعادلتين انا لو عوضناها بالمعادلة رقم 2 تساوي عين 1 فتحة ناقص عين 2 فتحة 4.4 ناقص عين 2 فتحة 6.4 متر لكل تاني بيك بكون حلينا السؤال مثال اخر كرة كتلتها 2 كيلوغام تصطدم تصادم المرنم بكرة اخرى مساكنة فترتد عنها بسرعة ثلث سرعتها قبل التصادم احسن مقدار كتلة الكرة الثانية اهم شيء في السؤال انه ذكر لي تصادم مرنم الارتداد يساوي 1 نرى المعطيات قبل التصادم بس لكنها ترتد اي انه انعكس اتجاهها نحكي جسم كتلة 2 كيلوغام سرعة عين تصادم بجسم ثاني ساكن ارتد عنه ارتد فعطنا اشارة سالة بثلث سرعته قبل التصادم كتلة الجسم الثاني مجهولة سرعة الجسم الثاني قبل التصادم سفر سرعة الجسم الثاني بعد التصادم مجهولة لاحظ عنا كثير ما جهيل بس كون التصادم مرن اذا سهل الحل بسبب كثرة المعادلات اللي بإمكاني استخدامها مبدأيا حفظ الزخم مجموعة الزخم قبل يساوي مجموعة الزخم بعد مجموعة الزخم قبل كتلة الجسم الأول في سرعة الجسم الأول قبل التصادم زائد كتلة الجسم الثاني في سرعة الجسم الثاني قبل التصادم تسأل كتلة جسم الأول في سرعة جسم الأول بعد التصادم زائد كتلة جسم الثاني في سرعة الجسم الثاني بعد التصادم نعوض كتلة جسم الأول 2 في عين 1 زائد كتلة جسم الثاني مجهولة في عين 2 قبل التصادم كان جسم ساكن فهذا صفر يسأل كتل الجسم الأول 2 سرعة الجسم الأول بعد اتصاده سالب ثلث عين واحد لأن ارتد بثلث سرعته قبل اتصاده زائد كافي 2 في عين 2 فتحة اتنين عين واحد تساوي سالب ثلاث عين واحد زائد كاف عين 2 فتحة اتنين عين واحد زائد اتنين على ثلاث عين واحد تساوي كاف عين 2 فتحة توحيد المقامات تمني على ثلاث عين واحد تساوي كاف عين 2 فتحة وهاي معادلة رقم واحد حكينا في هيك حالة ممكننا نروح لحفظ الطاقة او لمعامل ارتداد بس الأفضل حكينا نستخدم معامل الارتداد سالب عين 1 فتحة ناقص عين 2 فتحة سالب عين واحد ناقص عين 2 معامل الارتداد يساوي 1 سالب 1 على ثلاث عين واحد ناقص عين 2 فتحة على عين واحد ناقص عين 2 عين واحد مجهولة سالب 1 على ثلاث عين 1 ناقص عين 2 فتحة على عين واحد ناقص صفة ناقص عين 1 تساوي سالب في سالب موجب 1 على ثلاث عين 1 عين 2 فتحة ناقص عين 2 على ثلاث عين 1 تساوي عين 2 فتحة ناقص عين 3 على ثلاث عين 1 تساوي كاف عين 2 فتحة ثلاث عين 2 على ثلاث عين 1 تساوي كاف عين 2 فتحة تساوي 2 على ثلاث عين 1 عين 1 مع عين 1 تروح ثلاث تروح مع ثلاث قسمة المعادلة على ثلاث عين 2 تساوي 4 كيلو جرام ممكن أن يكون الحل طويل لكنه سهل إذا استخدرنا المعادلات الصحيحة